افتتحت جمعية الأرمان خمزة وعشرين منزلا بقرية الزرابي بمركز الفشن جنوب بن سويف وذلك بعد إعادة تأهيلها وتشطي بها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتكلفة مليونين ونصف المليون جنيه شملت عمليات تأهيل والتطوير تركيب أسقف وأبواب بالإضافة إلى إدخال وصلاة لمياه الشرب والكهرباء كما شملت عمليات التأهيل أعمال دهانات للمنازل من الداخل والخارج تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تكون جمعية الأرمان اليوم بتسليم عدد خمسة وعشرين منزل أعادة تأهيل وتشطي بقرية الزرابي مركز الفشن محافظة بن سويف نحن النهاردة نسعد أهلنا ونفرحهم بتشطيب منازلهم نحن أخذنا المنازل عبارة عن حوائط حملة وسقف بلبوس والجريد وأرجاء من الطراب النهاردة نسلمهم شقة بالمفتاح سقف تعريش أرق ولوح وطبا خرصانية ركبنا لهم باب وشباك ركبنا لهم أسسنا كهرباء وسباكة عملنا محار المنزل دهنا المنزل بالكامل أنا بشكر جمعية الأرمان والتحالف الوطني على شغلهم الكبير في البيت كان عندي قاعد في بيت ونطرب تنزل عليه من فوق والحمد لله زبط البيت عندي محارون أشو وصراميكو وكل حاجة بحب أشكر رئيس الجمهورية وأشكر الدولة كلها وأشكر جمعية الأرمان وأشكر التحالف الوطني نحن كنا تعبنين والله في المطر وكنا تعبنين في حياتنا حياتنا مكانش مرتبة ولا منظمة ولا أولادي عرفيني ذاكر ولا يجين مكان ينموا فيه ولا يستقبلوا أي حد من زميلهم فيه والله والحمد لله دلوقت بجينا حياة أنا مش عارف عمرت خيال حياتنا اللي جايها تبقى ازاي مش عارف أوصل لحلويتها تبقى ازاي نشكر سيادة الرئيس والتحالف الوطن والجمعية الأرمان أنهم نضفوا البيت لأن البيت ما كانش جادة خالص في الأول نضفوه